اهلوا نظامي حتى اوقف ارسال شحنة الكبتاجون بهذه الكلمات وصف مسؤول اردني لسان حال الاسد لصحيفة فرنسية حيال مواصلة ارسال شحنة الكبتاجون من سوريا الى الاردن صحيفة اللوفيجارو الفرنسية نشرت مقالا حول تصنيع المخدرات في سوريا ولبنان مشيرة الى ان دولا عدة ضبطت ما مجموعه 250 مليون حبة منذ مطلع العام الحالي لافتة الى ان تصدير المخدرات من سوريا يستهدف السعودية في المقام الاول بحسب صحيفة ذاتها وفي 13 من ابن الماضي احبطت السلطات السعودية محاولة تهريب مليون وستمائة الف حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل شاحنة في ميناء مدينة جدة على ساحل البحر الاحمر كما احبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاجون قادمة من لبنان وتركيا الاشهر الماضية وفي هذا السياق وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي شدد على ان تهريب المخدرات المستمر من سوريا الى الاردن بات يشكل خطرا يهدد المملكة مؤكدا ان مناطق جنوبي سوريا تشهد عملا ممنهجا تنفذه جماعات محترفة لتهريب المخدرات الى وعبر الاردن عمليات تهريب المخدرات من سوريا لم تقتصر على الاردن والسعودية اذ اعلن الجيش اللبناني منذ يومين ضبط نحو مليون حبة كبتاجون شرقية البلاد بعد مطاردة مهربين فروا الى سوريا وخلال السنوات الماضية ضبطت العديد من دول العالم مئات شحنات المخدرات القادمة من مناطق سيطرة النظام في سوريا اذ يعد النظام وميليشيا حزب الله اللبناني مصدرين رئيسيين لحبوب الكبتاجون بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية كما تعد الحبوب المخدرة من اهم مصادر تمويل الاسد وميليشياته في سوريا اشتركوا في القناة